من مفاسدها أولاً أن فيها تقدماً بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثانياً من مفاسد البدع أنها تتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لأن المبتدع مقتضى بدعته أنه مكذب لهذه الآية الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل لكن هذا المبتدع يقول لا بقي هذه البدعة حتى يكمل هذا من مفاسد البدع من مفاسد البدع أيضاً أن المبتدع جعل نفسه شريكاً مع الله في التشريع لأن التشريع إلى من؟ إلى الله ورسوله قال الله تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ إِلَّا فالتشريع إلى الله فهذا المبتدع قد جعل نفسه شريكاً مع الله وشريكاً مع رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع رابعاً من مفاسد البدع وهو من أشدها أن مقتضى البدعة أن مقتضى كل بدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون إما أن يكون جاهلاً أو كاتماً للحق كل من ابتدع بدعة فمن لازم بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهل وإما أن يكون كاتماً للحق ما وجه ذلك؟ نقول إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصف هذا المبتدع الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغ فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان أمران لا بد منهما في كل بدعة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون جاهلاً وإما أن يكون كاتماً للحق متى يكون جاهلاً؟ إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة أو أن هذا العمل من الشرع نعم أن هذا من الشرع ولكنه كتم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبينها فقد كتم الحق ولم يبلغ وإن كان لا يعلم فهذا المبتدع يكون أعلم منه فالرسول عليه الصلاة والسلام بحسب بدعته يقول جاهلاً وكلاهما لازم باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بهذه الشريعة علمه الله تعالى علماً ومن عليه به كما قال عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونحن نشهد الله ورسوله وملائكته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وما يحتاج الناس إليه كل أمر يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وفي معاتهم وفي معادهم قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الأمر من أعظم الآثار المترتبة على البدع وهو أن مضمون البدع ومقتضى البدع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلاً وإما كاتماً للحق من مفاسد البدع أيضاً أنها سبب لتجرؤ الناس على شريعة الله فإذا ابتدع إنسان بدعة جاء الآخر وقال ما بال فلان يبتدع وأنا لا أبتدع فيبتدع ثم الآخر يبتدع ثم الآخر يبتدع حتى يتجرأ الناس على شريعة الله عز وجل من مفاسد البدع أيضاً أنها سبب لتفرق الناس لتفرق هذه الأمة وتشتتها واختلافها وتنازعها فهذا يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق والآخر يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق وأن الأول على ضلال مبين فحينئذ يحصل في الأمة من التفرق والتشتت ما نهى الله تعالى عنه حيث ذم سبحانه وتعالى التفرق والتشتت وأمرنا أن نكون أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة من مفاسد البدع أيضاً وآثارها السيئة أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة فتجد أن هؤلاء الذين يبتدعون البدع تجد أنهم يحرصون على البدع لكنهم يتركون ويدعون ما جاءت به السنة